مين مننا لا يحب المنقش؟ مين لبناني و لا يأكل المنقش؟ إجت الفكرة لنوزع المنقش؟ لكن المنقشة إذا لم تتكل الدغري ستتعظم إذا لم تتكل الدغري ستتعظم بعد جومين فقرانا نعمل زعتر كراكرز أكثر من 500 كيس أكثر من 5000 زعتر كراكر يتوزعون لأربع جمعيات في لبنان نحن هلأ بالكورة مبلغ صغير يعمل فرق كثير كبير هيتا نفوت نتعرف على الستات وتشوفوا هذه المنقشة ولا أرواح من هك ولا أرواح ولا أرواح ولا أرواح من هك ماذا سنقوم بإمكانكم؟ إذا عبيكم تطبقوا من قيش فيكم تلفين و تلبوهم على البيت أو تشوفوا اليوم ما هو الفرق اللي عملنا بالمطبخ واحد الفرح مشوار كله طعمي قصير سيبدأ موسيقى 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 نحن بالمطبخ عنا 15 شاب وصابيه فكلهم مؤهلين يشتغلون إذا حدا بديوا يطلب أكل عنده على البيت وعنده عزيمة كبيرة بتعملوا ليها؟ أكيد أكيد بس يكون أكيد التوصية قبل كاميون تعملوا بس معجنات أو تعملوا الزعجاج تعملوا معجنات وبعد ما بلشتغلوا بالطبخ الكبير بس معجنات على نواعها كلها بصير طوصيات وكله من مصر هيدا الزعفنا منزرع هون قدام الواحة والنقيون زهرة ومنطبلهم كمان السماء بلدي ونشيب سمسوم ونحن منطبلهم هلو عم استعمل أجود وأحسن نوع زعتر هلا أنتم تعطينا راية مش من السوق زهرة الزعطر زهرة الزبع موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا